وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة التربية الإسلامية تم الاستعانة بدليل المعلم في الحل تقدمت مبادر الضوء بصوت المتطوعة رهام قصومة يغطي هذا التسجيل الوحدة السادسة درس العدل من صفحة 148 إلى صفحة 151 العدل تهيئة أفكر ثم أجب العدل من أهم أسس بناء المجتمع المتكامل وهو خلق عظيم ودستور حياة ارتضاه الله تعالى للناس جميعا قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورة النحل وقد كتب عمر بن العبد العزيز إلى أحد قادتي ناصحا إذا أردت لمدينتك حصنا لا يخترقه الأعداء فحصم مدينتك بالعدل ونقها من الظلم والرابط بين العدل وتحقيق الأمن والأمان إن انتشار العدل يؤدي إلى ضمان الحقوق وتحقيق الأمن والأمان فالعلاقة بينهما ترابطية واحد أقرأ وأتعلم العدل الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الحالة الإجتماعية أو الجنس أو اللون أو الدين وذلك باستعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ومقادرها الصحيحة 2- أقرأ وأصنف العدل قيمة إنسانية وأساس بناء المجتمع واستقراره فعندما تصان حقوق الأفراد يسارعنا لأداء واجباتهم ويشمل العدل مجالات الحياة كافة ومنها التعامل بين أفراد الأسرة القضاء بين المتخاصمين الشهادة أمام القضاء المعاملات النفس البحوث العلمية الدليل ومجال العدل واحد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مجال العدل القضاء بين المتخاصمين نين الدليل وأوفوا الكيلة إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا مجال العدل المعاملات ثلاثة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا مجال العدل الشهادة أمام القضاء أربعة الدليل كان رجل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ولد فأخذه وأجلسه في حجره وجاءت ابنة له فأخذها وفأجلسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا عدلت بينهما شعب الإيمان للبخقي مجال العدل مجال العدل التعامل بين أفراد الأسرة الدليل أربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لجسدك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا صحيح ابن حبان مجال العدل النفس أقرأ وأقارن واحد مجتمع ينتشر فيه العدل من حيث العلاقة بين الأفراد إيجابية من حيث الإقبال على العمل والإنتاج إقبال على العمل وإنتاج كبير من حيث انتشار الفساد والجريمة انعدام الفساد والجريمة من حيث القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية قادر على مواجهة الأخطار الخارجية نين مجتمع ينتشر فيه الظلم من حيث العلاقة بين الأفراد سلبية من حيث الإقبال على العمل والإنتاج إحجام عن العمل وإنتاج قليل من حيث انتشار الفساد والجريمة انتشار كبير للفساد والجريمة من حيث القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية غير قادرا على مواجهة الأخطار الخارجية أربعة أقرأ وأميز الواقعية والمثالية في التشريع الإسلامي تتجلى الواقعية في الاستجابة لما تتطلبه الفطرة وحاجات الإنسان أما المثالية فتتجلى في نوعية الاستجابة وربطها بمثل أعلى يحقق للفرد والمجتمع الكرامة الإنسانية فتبدو الواقعية في تقرير مبدأ العدل بأن يتقاضى كل ذي حق حقه كاملا وتبدو المثالية في مبدأ الإحسان بأن يتنازل صاحب الحق عن حقه كلا أو بعضا والجمع بين الواقعية والمثالية في الإسلام يشير إلى أن القيمة تتوجه نحو الأكمل والأمثل في حدود الواقع قال تعالى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ الآية الشورى 40 واحد القصاص التراكيب القرآنية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الآية البقرة 178 واقعية أم مثالية واقعية القصاص فَنْعَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ واقعية أم مثالية مثالية نين الدين فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآية البقرة 279 واقعية أم مثالية واقعية الدين وَإِنْ كُنْتُمْ ذُوْ عِسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَإِنْ تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ واقعية أم مثالية مثالية ثلاثة المهر وَإِنْ تَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِضَةً فَنَسْفُ مَا فَرَضْتُمْ الآية البقرة 237 واقعية أم مثالية واقعية المهر وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لَتَقْوَى واقعية أم مثالية مثالية خلقي يهذبني أتبق العدل في حياتي ويجدنب ظلم من حولي سواء بالقول أو بالفعل لأن الظلم ظلمات يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعته بينكم محرما فلا تظالموا صحيح مسلم أتعلم من الدرس واحد أتمثل الواقعية في تعاملي مع الناس وأرتقي إلى مستوى المثالية نين العدل أمان للإنسان في الدنيا والآخرة سواء كان حاكما أو محكوما ثلاثة أجدنب ظلم الآخرين بالقول وبالفعل أربعة العدل أساس بناء المجتمع والقراره التقويم كيف يسهم كل من العدل والإحسان في بناء الجيل المتكافل نين ماذا لو لم يطبق العدل في النزاعات بين الدول انتهت ترجمة نانسي قنقر